هيدا الفيديو حبابي صورتوا لكم لشارككم بفكرة إعادة التدوير لكل الليمون يلي أنا استخدمته بشراب الليمون ما برمي ولا شي منه من القشر للب الليمون للطبقة البيضة اللي بتكون فيها حتى مرار بين اللب وبين القشر كلهم إلهم استخدماتهم وكل نوع إلو طريقة أنا بقدر استخدمها فيها بالمطبخ أو هيدا القطعة البيضة للتعطير لتنظيف المواعين أو حتى نعملهم المسكات للبشرة للإيدان للتأشير معروف الليمون بفويده على تأشير الجلد الميت المهم أنا ما برمي ولا شي منه مش بس وصفة حضرت شراب الليمون ومناخد قطعة الليمون ومنرميها وسبقوا شارككم بهيدا الفيديو بالنسبة للليمون بغسل كل حبة بحبتها بتأكد من نظافتون لازم يتأشروا بأشارة البطاطا يلي بتكون تعطينا القشر كتير رقيق ما بناخد من القطعة البيضة يلي بتكون تحت القشور علشان ما يعطونا مرار بس ننشفهم ونطحنهم لنضمن أنه ما فيه أي قطعة مرار ما تاخدوا هيد القطعة البيضة اللي بتكون تحت القشر فأشروهن كتير رقيق لازم نفردهم إذا كانوا كميات ولا كانت حبة دايما نحطوهن على صحن أو صنية كبيرة وزعتهم على صواني لأنه كان عندي كميات كبيرة وما بدون شمس بالمطبخ على طولة الصفرة ثلاث أربعة أيام بكونوا عنكم نشفين بسرعة بتنشف قشر الليمون وما بياخد وقت هلأ بالنسبة للب الليمون بنقلب الليمون ومنشيل اللب مننا بطرف السكينة بتسحب معنا بكل سهولة بتوزعوهن على صواني كبيرة انتبهوا شيل البزور لأنه بتعطي مرار بنحطهم على صواني كبيرة باليوم بتقلبوا ثلاث أربع مرات بإيدينا وعلى طولة المطبخ أو طولة الصفرة ما كان يكون فيه هوا أفضل ومنقلبهم وبينشفوا عنا بيصيروا كتير نشفين بتطحنوهن وبيعطوكن بودرة ليمون طبيعية ما في أطيب مننا هلأ هيد الطبقة البيضة يلي بتكون بين اللب وبين القشر كمان ما برميها بعد ما أشرتها بحطهم شلت اللب عنا شايفين اللب كيف شلناه بنحط هيد القطع البيضة على صواني هيد فينا نحطها برا البيضة بتنشف معنا بيومان بتصير كتير ناشفة إذا خليتوها بالبيضة على صنية عند شباك بيوصل منه ضو الشمس علشان تنشف عنا أفضل فهلأ جهزنا القشور على صواني ولب الليمون على صواني وهيد القطع البيضة يلي بتكون بين لب الليمون وبين القشر كمان رحلق والزعن ما خليون هيك على صواني هيدا لب الليمون عندي بعد ما نشف شايفين كيف صار بطحنو بتكون تنخلوه ما تنخلوه ما بيأسر هيدا بديل لحامض الليمون يلي ما لازم تدخلوه على مطابخكم سمعين صوت كيف هيدا الدرجة المطلوبة لتنشيف لب الليمون وبنصحكم تعملوها لأن بودرة الليمون طبيعية بدون أي منكهات بدون أي ألوان بدون أي إضافات وأفضل وصحية كتير عن بودرة الليمون اللي بتنبع بالأسواق برا لأنه هيدا طبيعية بدون أي مواد أو مضافات علي أو منكهات أو ألوان بالنسبة للأشور سمعين الصوت تركتهم على طاولة المطبخ عندي ووزعتهم على صواني وبس نشفوا صاروا عندي جاهزين بتطحنوهن وحطوهن بالتلاجة أنا ما بطحن كل الكمية لأن بحط منهم بالشاي لما يعني بعمل شاي بحط منهم كم قشرة الليمون بحليوهن مع عسل جدا مفيد لما بطحنهم بطحن كمية بسيطة وبخليها بالتلاجة بحط منهم للتتبيلات والأشور فيكنوا تحطوا منهم للسلق كتير ممتازين للشربات للتتبيلات الأكل تطحنوهن وتحطوهن تحت يعني مع التجاج أو تحطوهن بالتجاج بالفرن لما تحمروه تقدروا تستفيدوا من الشور بكتير وصفات شايفين ما أحلى لونهن هلأ بالنسبة لهيدي القطعة البيضة يلي بتكون بين اللب وبين الأشغ واستخدمها لما أنا غسل مواعين خاصة التناجر اللي بتكون من معدن ستيل أو ألمنيوم مع صبونة سنلايت بحط من هيد البودرة بتحنم بتلمع ما في أحلى منها كمان بعملها ماسكات للبشرة وللوجه مع جليسيرين ومع السكر بتقدر تأشر الجلد الميت ممتازة إذا أنتوا عم تقلوا أي شي حطوا منها بتنجرة هيد البودرة سمعين صوتها بس يبست عندي كيف هيك لازم نتأكد أنه نيابسين كتير عنا مثل قطع الخشب كمان فيكنوا تحطوها على عين الغاز إذا عم تقلوا سمك أو أي مقالي إلى ريحة قوية أو عم تطبخوا ملفوف وحرقوهم تعطيكم ريحة ليمون طبيعية بالمطبخ ما في أحلى منها فيكنوا تحطوا مع ورقة نيرامية تحرقوها على عين الغاز كسرة إرفة صغيرة كمان تحرقوها على عين الغاز بتطلع ريحة ليمون طبيعية بتظل أفضل من المواد الكيموية أو بتحطوها بس تطحنوها بتنجرة منها هيد البودرة مع مي مع رشة إرفة كمان بتعطر المطبخ عنكم كتير ممتازة إنه إحنا ما نرميها أبدا كتير مفيدة هلأ بالنسبة لللي ضلوا عنا بالسرة ولا تفكروا إنكم ترموهن أبدا فتحتهم حطيتهم على صنية وبنشفهم وما بدون شمس على طاولة المطبخ بتحطوهن على طاولة الصالة بس ينشفوا عنكم حبيبي عملتوا كاكة ليمون رشوا منهم لأنه هيده شور الليمون أخدوا طعم السكر والمستكة والمزهر طعمتهم كتير طيبة وفيهن نسبة حلة ممتازة نقطة مرار ما فيهن ففيكنوا تحطوهن على وش الكاكة زين وفيهن فوق الكرامة عملتوا تارت الليمون فيكنوا ترشوا منهم على الكرامة من فوق عملتوا تشيز كاك الليمون فيكنوا ترشوا منهم عملتوا باسكوت فيكنوا ترشوا منهم شايفين بس نشفوا عندي هلا إذا حطيتوهم بالتلاجة بيضلوا لون أخضر إذا خليتوهم برا بس بتغير اللون بس ما بتروح طعمة السكر أو الحلة منهم أبدا مرار ما فيهن أخدوا طعم شراب الليمون حرام ترموهن أبدا حتى لو أنتوا هيك دقتوا منهم طعمتهم كتير طيبة فيكن تغلوهن مع شاي وتحطوا عليهم عصرة ليمون وتحطوا عليهم شوية عسل تحلوهن يا الله شو طيب الشاي فيهم يعني أنا ما برمي ولا إشي من هيدا الليمون اللي عملتوا للشراب هيدا نعمة ربنا أكرمنا فيها حتى البزور لو عنكن ما كانت تزرعوهن ويطلعوا عنكن شتلات وتهدوها لحبايبكن مش غلط هيدا بودرة ليمون طبيعية بدون أي مواد مصنعة بتسوى مئة مرة حمض الليمون اللي ما لازم يفوت أصلا بيوتنا ومطابخنا لأنه كتير ضاري علينا فهيدا الفيديو بيوضح لكم كيف أنتوا تستفيدوا من كل شي موجود بالليمون لأيكم هالبودرة الليمون الطبيعية تستخدم شو ما بدكن تدبيل صلاطات أكل اللي بدكن ياه شور تستخدم للشاي للأكل للتدبيلات للسلق للشربة للحلويات وللبسكوتات وللكرامة شو ما بدكن تقدروا تتفننوا فيها وهيدا القطعة البيضة للتعطير للتنظيف للتأشير للبشرة وللإيدان تنعمل كمسكات تعطير تحرقوها على عين الغاز أو بالمي بس تطحنوها بتمنى منكم إنكم تجربوا هيدا الطرق وهيدا الخطوات ما فيها مقادير إن شاء الله بدأتوا بقطعة ليمونة عشان تعرفوا إيمة خيرات ربنا علينا اللي لا بتنعد ولا بتنحصها ربنا خلق لكل ده الدواء بس نتمنى إنه إحنا نرجع نقرأ ونبحث